ولذلك عندما بدأت المناوشات الصغيرة كنت اركب في تكس مع عالم من علماء اظهر احسبه من الصالحين قلت له ادعي لمس قال ستهب النار على مصر قلت وماذا قال اسقط لا بد ان انتخذ هذه الشعوب لان هذه الانتفاض بيتأييد من الله ثم كلمت في وسط هذه الموجات قال ابشر فان مصر فيها خيرا وان الاستقرار سيبعد وليها قلت له ماذا قال وقلت الليلة امس فبكيت على مصر وقلت الليلة ليلها لله ساجدا اخلق ملو الاستقرار والامان فجاء من رسوله صلى الله عليه وسلم فجاء من رسوله صلى الله عليه وسلم وقال لي لا تحف على مصر فإن لنا فيها مصر وصفراء الله 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 اشتركوا في القناة